بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم إزاية ربي كالباك مع حضرتكو علي ديونيس جوليا هانم كالمعتاد فيديو جديد من فيديوهات الرادة على الأسئلة والاستفسارات اللي بجلنا من حضراتكم ما تنساش لو أول مرة تشوف قناتنا وعجبك الفيديو وعجبك المحتوى والسفت منه تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول إن شاء الله نبدأ بأول سؤال معنا آآ أنا وديت الكلبة لكاترة بهدلوها كل يوم إبر وبالنسبة لمواقع الحساسية الكتف نعم راحت الحمد لله فاضل في الفقد بتقرى بتخف وترجع تاني والكفوف تروح من الإيد دي وتروح للإيد دي وشوية في الرجل الوراني المهم كل شوية في أماكن الحساسية الدكتور بيديها إبر والله مش عارف اسمها إيه وبيرجع أنا أحط بيتادين وبعده كريم فيوسي كورت المهم ما تحطش بيتادين يا باشا ده أول حاجة مبدئيا تاني حاجة الإبر دي بيبقى فيها كورتيزون والكورتيزون غلق جدا عشان المرة اللي جاية لما حتوصب بنفس المشكلة حتضطر إنك تزود الجرعة إبر 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 ده مش حل ده بيبقى حل سريع زي ما قولنا قبل كده الكورتيزون والفولترين لما تم اكتشافهم في الطب كانوا عاملين زي السحر فالكورتيزون عيحلها لك وقتيا لكن مش هيحل المشكلة على المدى البعيد لازم تروح لدكتور كويس وكويس جدا دي تأكد عليها أوي وتعرف هل هي حساسية ولا فطريات لأن علاج ده هي اختلف عن علاج ده مؤقتا لحين ما تروح للدكتور خطرتك هتدي حباية أنالرج بشري من الصيدلية البشري وعتدهن الأماكن المتحسزة بمرهمين الفيوسيكورت أو الفيوسيدين واللميفين أو اللاميسين الفطريات بيبع لاجها مختلف لازم الدكتور ياخد عينها ويحدد فيه بكتيريا أو فطريات في أماكن الجلد ولا لا ولازم تعرف سبب الحساسية حشرات ولا حساسية أكل ولا عوامل جوية ولا المكان اللي قاعد فيه الكلب هي هي العوامل اللي بتأثر على شعر الكلب هتلاقي هي هي اللي بتؤدي للحساسية أغلب العوامل فلازم تتأكد من السبب لأن حضرتك هتعالج عليك كويس والكلب هشيف يتخالص هترجع تاني لنفس الموضوع لو حساسية فراخ حساسية جلوتين حساسية أمح حساسية ضد العيش الكلام ده هترجع تاني لنفس المشكلة وحتستمر معك لحد ما تغير الأكل أو تقطع السبب بتاع الإصابة السواء اللي بعد كده زي كابتن تسلم يا باشر ممكن سواء العناية الكلب عنده تمن شهوره وما فيهوش الرأسة خلصه لما حد بيقرب له بيهز ديله وبينزل ودانه وبيخاف هل ده طبيعي ولا مش طبيعي زي ما قلنا في اختبار تبقولها ورضو كان بالكلاب شخصية لازم تعرف ان الكلب هو قريدي شخصيته كده ممكن تحسنها خلي الكلب يقعد مع الناس كتير ما يلعبش مع ما يلعبش مع الناس كتير يعني ما حدش يلمسه يشوف الناس من بعيد عشان يبقى الكلب اجتماعي لكن ما حدش يلعب مع الكلب والله يطبطب عليه ونزلوك الشارع كتير يا باشر الحاجة تانية لو محتاج الكلب لش هراسة عند سنة تسعة شهور هتضطر تودي الكلب لكورس حراسة السؤال اللي بعد كده كلب عنده حسية وهرش وطلع حبوب صغيرة حمرة كده نفس السؤال الاولاني اللي قلناها السؤال اللي بعد كده السلام عليكم يا كابت بليز ممكن تجاوبني ضروري انا عندي جراوي بعمر اربعة وعشرين يوم عندهم اسهال مع العلم بيرضعه عادي من اموهم ممكن اعرف ايه السبب وكيف اعالج الامب عليكم السلام ومحتى البركاته مبداليا كده يا جماعة لما تلاقي جراوي بالسنة ده او اقل من تلات شهور بدأ اسهال او بدأ ترجيع او بدأت اعراض مش كويسة او يمنعوا اكل او شهيتهم تقل على الدكتور على طول ما تنتظرش وليد يونس ولا اي حد عشان تسألول ان مش هيسعفك الوقت عبر ما انا شوف السؤال وارد عليك مش هيسعفك الوقت اتجاره اه بيبقى ضعيف جدا ومنعته ضعيفة جدا الاسهال ممكن دور برد ممكن الجو مش دافي الجو بارد عليهم حاجة من الاتنين دول يا دور برد يا اما درجة الحرارة مش مظبوطة او واطية زادة عن اللزوم فانا ما اقدرش اقول لحضرتك علاج لجاره عمر اربعة وعشرين انا مش عارف سبب الاسهال ايه الاسهال ده عرض لمرض لكن مش هو المرض نفسه لازم نعالج المرض نفسه زي ما قلنا الحساسية الحساسية دي عرض لازم اعرف ايه سبب الحساسية ايه السبب اللي جوه الجسم ايه اللي مسبب الحساسية وايه السبب اللي جوه الجسم اللي مسبب الحرارة وايه السبب اللي جوه الجسم اللي مسبب لي الاسهال السلام عليكم عليكم السلام وبركاته يا استاذ وليد عندي داكر جرمان سنتين وعن رغم انه خايب جدا مع البن قدمين الا انه شرز جدا تجاه الحيوانات لدرجة انه هو موت معزتين من اسبوع ايه السبب واعمل معا ايه السبب غريزة الصيد يا باشا اغلب الحيوانات اللي حمل زيت الانياب عندها غريزة الصيد ما تحطش الكلب جنب معيز ولا فراخ ولا الطيور ولا الكلام ده عشان حيقتلهم مش من اجل الجوع لسبيل التسليه. افصل ده عنده يرتاح ده عنده. السؤال اللي بعد كده كابتن وليد تعودت على افضلك انا يليك باشا العفو. يا سيد اوقتك كنت من فترة سألت حضرك عن كلابي انه زكر وينصب حجمين مختلفين وانا مش ناوي ازوجهم لبعض. قلت لي حضرتك وقتها انه بسبب اختلاف الحجم الزكر مش هيقدر يتلعب. فعلا كلامك. تمام. مثل العادة. وما قدر. وما قدر يعني ما قدرش. والنتاج حيضة حلين وهو لسه بيحاول ومش قدر وهذا وهذا المطلوب. بس سؤالي هلها الشيء بيأثر على نفسية الكلب ويتعب من المحاولة من غير نتيجة واسف جدا عنها ليك باشا. طبعا يأثر على نفسية الكلب اللي مع نتاج حيضة ومعرفش ان هو يطلها. ممكن يتكسر مفسين وتجي له اكتئاب وممكن الكلب لقدر الله يموت فيها. احسن حل افصل الاتنين عن بعض بمسافة الذكر ما يشمش راحة النتاج لحد ما النتاج يتنظف وترجع الدنيا لطبعتها تاني. ده افضل حل لكن الكلب فعلا ممكن يموت من يأسه من عدد المحاولات. السؤال اللي بعد كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخوي عندي سؤال غريب. الانسة هل ممكن تحمل من ذكرين? الانسة ممكن في فترة الخصوبة والحبة عيتها تتجوز من عدد الذكورة اللي انت اللي انت عايز سؤال التالي. استاذ غريب عندي كلبة عمرها سنة ونص ولسه شاريها معرفش اللي كانت عنده طعامة ولا ايه? اديها سوماني الاول ويكرر تاني بعد واحد وعشرين يوم ولا ايه? وينفع اديها سوماني وسعار في نفس اليوم? ادي سوماني وسعار مفيش اي مشكلة. عايز سدي ديدان معهم مفيش مشكلة. تجنب بس الحشرات معهم. اه الحاجة اللي بعد كده حضرتك هتدي لها سوماني واحد وعشرين يوم سوماني واحد وعشرين يوم سوماني يبقى ثلاث جراعات وكل سنة هتبقى جراعة واحدة بعد كده. اول تطعيم يا جماعة لازم يبقوا ثلاث جراعات. السؤالة بعد كده استاذ وليد طب الحل ايه للجراوي لانه عندي عمر يومين وكلهم بيعوياته طولي اليوم. سبب العياط لازم تقطع السبب برضو. يا اما الحرارة عالية. حرارة الغرفة. يا اما حرارة الغرفة واطية. يا اما النتاية ما فيهاش لبن كفاية يكفيهم كيزا هم جعنين. يا اما اللبن فيه بكتيريا او صديد بينزل معدتهم آآ بيقلمهم. لازم تعرف سببه الموضوع ايه ممكن يكون فيه انتفاخ ادي سايماسيكون. انا معرفش سببه الموضوع لان الجراوي مش قدامي ما كشفتش على اللبن الام. الام ماش عندي ما حلل تلهاش. فلازم حضرتك تعرف السبب ايه. السؤال بعد كده سؤال حلو قوي قوي قوي. بس يا استاذ وليد هي مش الايكولاي البكتيريا نفعة ولا انا غلطان. الايكولاي اللي موتت اغلب الجراوي اللي كانت عندنا ولدة جوليا اللي فاتت الايكولاي بالفعل اصلا بتبقى موجودة داخل الجسم. ولكن المشكلة لما بيزيد عددها. بيزيد عددها امتى? لما تقل المناعة او تصاب بايكولاي خارجية. بيبدأ دمع ده يكونوا جيش كبير. عدده اكبر تبدأ من هنا المشكلة. لكن بالفعل الايكولاي موجودة في المعدة وخاصة القاولون عشان هي اسمها الشريشة ايكولاي اللي هي الاشريكية القاولونية. قريدي موجودة في القاولون ولكن المشكلة لما عددها بيزيد. واغلب البكتيريا واغلب الاصابات اللي بنتصابها احنا والسدييات او اي حيوان او اي كائن بتبقى اغلبها حاجات موجودة اردي في الجسم. ولكن المشكلة لما عددها بيزيد زي ما قولنا نتيجة نقص المناعة او اي عامل تاني. كده ان شاء الله الفيديو بتاعنا يكون خلاص صحياتي لحضراتكم جميعا. اشوفكم بعمل الله على خير في فيديو جديد من قناتكم ازيط ربي كلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.